اقرار مجلس الامن الدولي اعادة اطلاق المفاوضات بين الصحراء الغربية والمغرب وتجديد ولاية بعثة المنورسو لتنظيم الاسفتاء بالصحراء الغربية لمدة ستة اشهر فقط عوض سنة كما كان معتادا عزز موقف الصحراء الغربية وضيق على المغرب في جوهره يعتبر تقدم ملموس ونعتبره خطوة ايجابية خاصة مع تصدير على اعطاء اهمية ودعم للمنورسو ورفع مستواها والقيام بدورها مثل باقي بعثات الاممية وعدم وضع عرقيل امامها وهذا كذلك احد المواضع التي كان يعرقلها النظام المغربي تقليص مدة مهمة من ارسو تصب في صالح القضية للعكس كما اعتبرتها الدول التي امتنعت عن تصويت بحجة الحرس على استمرار عمل البحثة الاممية في المنطقة كونها تمنع المغرب من المراوغة وكسب الوقت كما اعتادت المغربي كما تعلمون هو يبحث عن اضاعة الوقت والمماطلة ويتمنى ان تكون الاجال ابعد حتى يربح الوقت ولكن الان تحديد هذه المدة هي عبارة وارادة من مجلس الامن على ضرورة تحقيق نتائج في وقت اقل وبالتالي هو تحول اساسي جدا اتخذوا مجلس الامن هذه المرة لحمل النظام المغربي على رفع هذه العراقيل والتحقيق لانه من هنا لستة شهر سيجتمع مرة اخرى وسيقيم تبني مجلس الامن قرار المفاوضات دون شروط مسبقة وضع المغرب امام واقع صعب لم تعتد عليه كونها عرفت بمروغاتها وخرقها لقانون وقف اطلاق النار بشهادات من السلطات الصحراوية الدخول في مفاوضات بحسنية وبدون شروط مسبقة وبالتالي عليه ان يلتزم بمحتوى هذا القانون وهو ما لم يقوم به في السابق والان على مجلس الامن ان يعمل على فرض احترام قراراته وتطبيقها في الميدان الالتزام بالهدنة وتسوية النزاع مربوط بمدى التزام المغرب واحترامها للقوانين الدولية فهل ستنجح جولة المفاوضات وتحفظ المغرب ماء وجهها امام المجتمع الدولي؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة